هذا القرار ليدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أياً كان مصدرها علماً بأن تقارير الأمم المتحدة الأخيرة قد حملت الحكومة السورية مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات هذا القرار يدين استمرار قتل المعتقلين في مرافق المخابرات العسكرية السورية إضافة إلى استمرار أداة البطش بحق المدنيين فإن هذا القرار يرحب بالاتفاق الذي تم على إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها حيث يؤكد على أن هذه الخطوة تعتبر بارقة أمل نحو المضي قدماً إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويضمن العودة الآمنة الطوعية الكريمة للاجئين من أبنائه وفقاً للمعايير الدولية إن هذا القرار يشجب التطورات الأخيرة الحاصلة في شمال شرق سوريا والتي من شأنها تقويض التقدم المحرز في مجال محاربة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر